عبر بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس في رسالة موجهة إلى العالم بمناسبة عيد الميلاد المجيد عن معاناة المسيحين في الأرض المقدسة حيث يواجهون اعتداءات مستمرة لحريتهم الإيمانية ومهاجمات جسدية وزراء لكنائسهم ومقابرهم ووضع قيود غير مبررة لتأدية شعائر عبادتهم وتهديدات قانونية لممتلكاتهم الكنسية وإدارتها وقالوا في رسالتهم إن هذا الجو المحبط للمسيحيين يجعلهم يشعرون بأنهم غير مرحب بهم في وطنهم الذي سكنه أجدادهم حتى قبل ولادة الكنيسة وبسبب ذلك يهاجر الكثيرون منهم بحثا عن أماكن توفر لهم فرصا أكبر وهذا ما ساعد على التقليل من الوجود المسيحي في القدس